شارك الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين التي ستعقد يوم الخميس المقبل بالمنامة خلال كلمته أشار أبو الغيط إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية خاصة العدوان المستمر على فلسطين وما نتج عنه من تدعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني كما أشاد أبو الغيط بجسور المساعدات الإنسانية الخادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لا تزال إسرائيل تعطيلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح تجويع في وجه أهل القطاع